اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس هيبقى عارف اقل حاجة هيعرفها هنا انما يجي مسلا يشون الموان بتاعته فوق سطح المنشأ او فوق سطح المبنى يبقى عارف الاماكن افضل اماكن يقدر يشون فيها ما يشونش عشوائي ما يحط ليش تكتلات التشوين كله من موان خرصانة من خرصانات ورمل وزلط واسمنت في مكان واحد يروح جا يعمل لي كسر في بلط السقف او يعمل لي كسر في القامرة من اهمية حساب الانشاءات او المادة نفسها انها بتعمل على حاجة اسمها اقتصاديات المنشأ ايه اقتصاديات المنشأ احنا عندنا في السوق دايما بنلاقي ان بعض الصناعية بيشتغلوا بحاجة اسمها الفهلوة يقول لك قطر حديد تبقى صناعية ايه متين طبعا الكلام ده ملوش في مجال من الصحة احنا فيه عندنا حاجة في حساب الانشاءات بتقول القطاع وضعه ايه يستاهل او ياخد حاجة التسليح ايه عشان يقوم ايه بمعنى ان طبيعة المنشاءات الخرصانية اللي بتخش فيها التسليح او المنشأات المعدنية واحنا بنشغع التصميم بتاعها بنشوف طبيعة المنشأ ايه هيستخدم لايه ايه طبيعة الاحمال اللي هتبقى موجودة فيه هل هي احمال حية وميتة ولا هيبقى مكان تخزين بس ولا يبقى وضع المنشأ عندي ايه دي كانت اول حاجة اتكلامنا فيها اللي هي الهدف من دراسة حساب الانشاءات تطرقنا واحنا ماشيين مع بعض لحاجة اسمها مراكز الصقل حاجة اسمها مراكز ايه الصقل وعرفنا من خلالها ان مركز الصقل دوت دو نقطة بتمر في مركز الجسم عندها تتساوي جمال ايه القوي يعني المركز الجسم نفسه له مركز صقل اما اشيله منه او اجيه حدده يبقى الشكل عندي ايه او الجسم الخرصاني عندي ايه كله متساوي جميع النقط فيه متساوي وعلى سبيل المثال اما جاء نتكلم في الشكل الرباعي اللي هو المستطيل او المعين او المربع او القدم المنتظم او الدائرة كاشكال غير رباعية قلنا المركز الهندسي للدائرة وقلنا نقطة طلاقي القطرين للاشكال الرباعية المنتظمة اللي يقوله دلعين وبالبعض بيساوي بعض متوازيين شبه منحرف بالنسبة لها ما كانش له مركز صقل ولكن كنا بنتحايل عليه ونجيب له نقسمه لاشكال او لشكلين يقدر نجيب من خلالها ايه مركز صقل الشكلين دول واحنا ماشيين برضو طرقنا الحاجة اسمها عزم القصور الذاتي وعرفنا ان عزم القصور الذاتي دوان بيدرس معايا ان ازاي احط الكاميرا او انسب مقطع للكاميرا في التحميل انسب قطع للكاميرا في الايه في التحميل وكان له قوانينه وكان له شغل خاص بيه واحنا ماشيين خدنا مع بعض حاجة اسمها تحليل القوة تحليل قوة الميلة يعني لو عندي كاميرا جاي عليها حمل ميل هحلاله ازاي عشان اقدر احسبه كحمل افقي وحمل رأسي او حمل محور سينات وحمل محور صدات اتفانى ان اللي بيديني المسألة او بيديني المسال دوان بيديني قوة وبديني زاوية بيديني قوة وزاوية الزاوية دي بتأسم بتأثر معايا في حاجة لو الزاوية على محور السينات يبقى القوة او القوة الافقية هتساوي قوف جتا الزاوية لو الزاوية جان بمحور الصدات يبقى محور الصدات هو اللي هيساوي قوف جتا ايه? الزاوية. ده بالنسبة لتحليل القوة. اما المحور التاني المخالف له او العمودة عليه هيبقى ايه? قاف جاه الزاوية اللي هو جيب الزاوية. واحنا ماشيين برضو مع بعض عرفنا انواع الكاميرات وعرفنا انواع الاحمال. الكمارات البسيطة والكمارات الممتدة من الاطراف والممتاد من الطرفين. وتعرفنا لبعض برضو في الاحمال الحية والميتة. وعندنا الاحمال التأسير اللي من حيث التأسير ومن حيث الايه? الحم. وتعرفنا مع بعض واحنا ماشيين عشان ده كله كنا نوصل لحاجة اسمها ردود الافعال او حساب رد الفعل على الكاميرات. واحنا ماشيين برضو في الطريق بتاعنا خدنا حاجة اسمها قوانين الاتزان وخدنا حاجة اسمها قوانين العزوم التلاتة. قوانين العزوم الايه? التلاتة. هنتكلم بهم معنا تاني النهاردة بس بعد ما نخلص الجزء المطلوب مننا. الحلقة اللي فاتت كنا وقفنا مع بعض على الكاميرات المتماثلة. خدنا ازاي احسب رد الفعل لكاميرا في وضع تماثل. كاميرا بسيطة في وضع تماثل. محملة باحمال مركزة. هو في حاجة مركزة وفي حاجة مركزة? اه اتفقنا مع بعض الحلقة اللي فاتت. اني في عندي من قبل الاحمال. حاجة اسمها حمل مركز. وحاجة اسمها حمل موزع. وحاجة اسمها حمل مركب. ايه الفرق بين التلاتة? الحمل مركز ده نقطة تأسيره بتبقى نقطة سبتة في القامرة. نقطة سبتة فين? في القامرة. على سبيل المثال. لو عندي قامرة رئيسية وجاي علىها قامرة فرعية او سانوية. نقطة طلاق القمرتين دول بنسميها ديت حمل مركز. ليه? عشان القامرة السانوية هترمي حملها على القامرة الرئيسية عن طريل حمل الايه? المركز دوت. لها نقطة تثبيت واحدة فقط. نقطة ايه? واحدة. اما بالنسبة للحمل الموزع فاتفاني ان ده حمل بيبقى جايب طول الكامرة من اولى الاخيرة. طول الكامرة من اولى الايه? الاخيرة. على سبيل المثال اتفاني من ضمن الاحمال الموزع وزن الكاميرا نفسه ده حمل موزع. وزن بلط السقف حمل موزع. جدار قائم على الكاميرا حمل موزع. مدام ما واقفش في مكان واحد او في نقطة ارتكاز واحدة او على جزء واحد يبقى حمل ايه? موزع. وكان عندها النوع التال баз من ضمن الاحمال حاجة اسمها الاحمال المركبة. وهنا بنقول ان الكاميرا بتشيل معي نوعين من الاحمال. الحمل الموزع بانتظام. اللي هو حمل الكاميرا او بلط السقف او جدار قام فقوع. حائط قام في الكاميرا. والحمل المركز اللي هو الكاميرا السانوي. القاميرا الايه? السانوي. وحلنا مع بعض امثلة على ردود الافعال حساب ردود الافعال للكاميرات المتمثلة في حالة الاحمال المركزة طيب ده احنا عندنا كمان حاجة اسمها الكوبيل عندنا حاجة اسمها ايه الكوبيل والكابولي هنا ما اقول لك كابولي اعرف ان الكاميرا عندك مسبتة من طرف واحد واحنا اخدنا في الحلقات اللي سابقة ان الكوبيل عندي من ضمنها حاجة اسمها الكابول رأسي وكابول افقي زي سر العلم ده كابول رأسي عمود الاضاءة كابول رأسي البلكونة كابول افقي كابولي ايه افقي اللي هو التطريفة بتاعته او التطييرة بتاعت المنشأة دي بنسمى كابولي افق ده له طريق التسليح خاصة به وله حسابات في القطاع الخرصانية خاصة به عشان بيعكس معي اماكن الشد وماكن ايه الضغط في القطاع نفسه النهاردة هنستكمل مع بعض ردود الافعال ولكن هناخد الكامرات الغير متمثلة الكامرات الغير ايه؟ متمثلة الكامرات المتمثلة كانت عندنا بنحلها بالقوان ايه؟ رد الفعل عند الركيزة الف بيساوي رد الفعل عند الركيزة به بيساوي مجموع الاحمال الرقصية على اتنين رد الفعل عند الركيزة الف بيساوي رد الفعل عند الركيزة به بيساوي مجموع الاحمال الرقصية على اتنين وهنا بقول لك ركايز مش اطراف وركز معي المرة ده عشان هناخد حاجة كمان هنستخدم فيها كلمة الاطراف نحسن فعل ايه كلمة الاطراف نبدأ مع بعض الكاميرات الغير متماثلة. اول شكل عندنا للكاميرات بيقول لي احسب رد الفعل. للشكل التالي. مديني كاميرا منتدم الطرفين. كاميرا منتدمين? مطرفين. وعليها مجموعة احمال. ايه هي شروط التماثل? شروط التماثل ان مجموعة الاحمال في نص الكاميرا اليمين بيساوي مجموعة الاحمال في نص الكاميرا الشمال. ابدأ ادور كده هلو نص اليمين بيساوي نص الشمال? لا. بس استنى مصر ده انت عندك مجموعة الابعاد في النص اليمين بيساوي نص الشمال? ماشي. بس احنا عندنا الشرط الاساسي لازم جميع الشروط تتوافر. يعني ما ينفعش اخد ابعاد بس واسيب الاحمال. ما ينفعش اخد احمال بس واسيب الابعاد. كده كاميرا غير متمثلة. بيتحل ازاي? حلها سهل جدا. وسهلس جدا بس هناخدها واحدة واحدة ونركز مع بعض. اول حاجة بنعملها بنقول لحساب رد الفعل. عند الركزة? الف. هنجيب رد الفعل عند الركزة ايه? عند الركزة الف. لازم اخد العزم عند الركزة المقابلة لها. يعني احسب عزم الدوران عند الركزة ايه? عند الركزة ب. والحساب العزم. كان فعندنا قانون خدناه من اسبوعان فاتم. قالك ايه? ان العزم بيساوي القوة في دراعها. القوة في ايه? في دراعها. انا احدد مجموعة الاحمال المؤسرة معايا عند الركيزة به مجموعة الاحمال اللي هتأثر معايا في الركيزة ايه في الركيزة به نبص عليه عند 4 نقطة جين وعند 4 في طرف الكامرة وعند 2 عند النقطة دال 2 عند النقطة دال هبدأ اقول ان نرد الفعل عند الف في المسافة ما بين الركيزتين في المسافة ما بين الركيزتين هنقررها تاني في المسافة ما بين الركيزتين مش في اجمال الطول ما بين الركيزة الف والركيزة به تاني هاخد المسافة عند من الف لبه ما بين الركيزتين بس باقي الابعاد اللي بعد الركيزتين ماليش علاقة بها انهائي باقي الابعاد اللي بعد الركيزتين ماليش علاقة بها انهائي انا بشتغل على الابعاد اللي باقي الركيزتين هيبقى راهة الف في المسافة من الف لبيه ليا كم فاربعة هيبقى راهة الف في كم فاربعة اول حمل هيأثر هبدى اخذ معاي الاح 있으니까 أربعة طن عشان اوصلها لبيه لاربعة طن دي عشان اوصلها ليه بيه اوصلها ازاي لاربعة طن تنزل لتاته وتليف لغوا بما تصل ركزة به الدوران بتاعها دو مع عارق الساعة ولا عكس عارق الساعة ايوة دورانها مع عارق الساعة في الحالة دي يبقى سالب اربعة في المسافة المسافة نهيين من عند نقطة الحملي نفسه لغاية ما اوصل لفين للركيزة به هاتيب اربعة سالب اربعة في ستة متر في احمال تانية قدام وانا ماشي لا في عند النقطة جيم اربعة تانيين الاربعة دل الاول اشارتها ايه هنزل ولف عند صارت mission اوصل لو بيه هلف مع قرب الساعة يبقي عند الاشارة هنا ايه الاشارة سالبة هاتيبقى سالب اربعة في كم في اتنين هاجي عندي الاتنين طن اللي هي النقطة الطرفية الاخيرة او اخر حملة عندي الحملة دو هيأثر معايا اشارته موجبة ولا سالبة اه ده الحملة دو هيمشي عكس عقارب الساعة في حالة ان الحملة مش عكس عقارب الساعة هتبقى اشارته موجبة هتبقى اشارته ايه موجبة يبقى عندي موجب اتنين طن في اتنين متر بيساوي صفر بيساوي ايه صفر تاني في سطر واحد ره ألف في أربعة متر ناقص أربعة في ستة ناقص أربعة في اتنين زائد اتنين في اتنين زائد اتنين في ايه في اتنين هذا خطوة الحل بتاعتي ره ألف في أربعة سلب أربعة في ستة سلب أربعة في اتنين زائد اتنين في اتنين بيساوي صفر إذن أربعة ره ألف بتساوي اتنين وتأتي النقصة أربعة ره ألف هتساوي 28 على الاربعة هيبقى ره ألف هتساوي كم؟ هتساوي 7 طن 7 ايه؟ 7 طن طيب السبعة دي جات ازاي؟ السبعة دي هتجات ان انا طرحت الاتنين وطلتين اللي هي بالسالب ناقص للاربعة اللي هي بالموجب عندي هيديني 28 هطلع الـ 28 عندنا تبقى بالسالب وطلعها النحي هتتاني مكانه الصفر هتبقى بالموجب هيتبقى عنده ربعة ره ألف هيتبقى عندك ربعة ايه؟ ره ألف عشان اجيب الناتج هيبقى 28 دي بسط والاربعة مقام هيبقى 28 على الاربعة 28 على ايه؟ على الاربعة هتساوي 7 طن هتساوي 7 ايه؟ طن عشان محدش يسأل بنقسم ايه على ايه؟ احنا بنقسم الحر على المضروب الحر على المضروب المضروب عند مين؟ الاربعة مضروبة في ره ألف الاربعة مضروبة في المجهول بتاعها هتتقسم عليها الطرف الحر بتاعي او القمة الحرة بتاعتي الى المضافة اللي هي 28 ايه طن 28 طن قانون المجموعة الجابري لمركبات القوى الرأسية بيصوي صفر معناها ان لازم مجموعة الركايز الرأسية اللي نزلة لو طرحتها بإشاراتها السالبة من القوى الرأسية اللي طلع من تحت بإشاراتها المجابة تديني صفر تديني ايه صفر ده اقصر طريق ان اجيب بيه رد الفعل عند الركيزة به اقصر طريق اجيب بيه اقدر فيه عند الركيزة ايه عند الركيزة به عشان انا ما اجيبش رد الفعل عند الركيزة الاف واسكت لا بجيب عندي الاف وارجع اجيب عندي به بدل ما ليف او اكتب مجموعة الخطوات بتاعة رد الفعل عندي الاف بوفر على نفسي وباستغل القانون بتاع المجموعة الجابري لمركبات القوى الرأسية بيصوي صفر وابدأ اعوض انا عندي ره الاف معلومة زائد ره به مجهولة ناقص ناقص اما احنا نطرح المعدات ا 있게 من بعض اللي هاي القفق من الرأس الرأس اللي تساعد من الرأس الايه النازل ناقص اتنين ناقص اربعة ناقص اربعة انا عندي هنا اربعة تمش اربعة واحد هيبقى ره الاف المعلومة الليها بسبعة زائد ره به مجهولة ناقص عشرة بتساوي كيم بتساوي ناقص هتبقى عندي ناقص تلاتة يبقى ره بها تساوي ناقص ناقص مجاب تلاتة دي بقى ساوي ايه? موجب تلاتة عشان اخد العشرة السليب تاعتها عند اللي جوة. هنقلها الناحية تاني ما كانت الصفر. تديني كيه موجب تلاتة. تديني موجب تلاتة. تاني. بعد ما يجيب رد الفعل عند الركزة الف واحسبه. واتطمن النصح. ابدأ اطبق قانون المجموعة الجابري لمركبات القوى الرأسية بيساوي صفر. واطرح القوى الرأسية اللي نزلة. من القوى الرأسية اللي صعدة. والقوى الرأسية الصعدة عند هنا. هيمسلها لي. ردود الافعال. هيمسلها لي ايه? ردود الافعال. هيبقى عندي رهب. الف زائد رهبه. ناقص اتنين ناقص اربعة ناقص اربعة. بيساوي صفر. هيبقى سبعة زائد رهبه. ناقص عشرة بتساوي صفر. هيبقى رهبه. ناقص تلاتة بتساوي كم صفر? هيبقى هيبقى تساوي في الاخر كم? هتساوي تلاتة طن. تلاتة ايه? طن. بقشارة موجبة صاعدة لاعلى. بقشارة موجبة صاعدة لاعلى. بقشارة موجبة صاعدة لاعلى احسب رد الفعل ردود الافعل للشكل التالي. الشكل عليه مجموعة احمال كتيرة قوي. ده شكله يخض. لأ ما يخضش ولا حاجة. ده اشعرفت القانون? هي دك القصة بتاعته. اللعبة وخلصت. حل بالقانون. لاجاد رد الفعل? عند الركزة الاف? هيجيب العزم عند الركزة به. لاجاد رد الفعل عند الركزة الاف? هيجيب العزم عند الركزة ايه? الركزة به. والعزم بيساوي القوة في ادراعها. القوة هين? القوة المؤثرة عند الرأسية اللي نزلها من فوق لتاحت. الدراعن هون اللي هو بيوصل لمن مصدر القوة لغاية ما اوصل عند النقطة اللي عايز احسب العزم عندها. اللي هي تبقى النقطة عند ايه? النقطة به او الركزة به. نحلها شافة والاول وبعدها نطبقها كتابة. هيبقى عندي ره الف في المسافة من الف لبه باربع متر. ره الف في المسافة من الف لبه بكم? باربع متر. اول قوة هتأثر معي اللي هي الخمسة طن. هاخدها من اليمين برضو انا ماشي. الخمسة طن. عشان توصل ايه النقطة به. او ركزة به. هيبقى سالب خمسة. ليه? عشان القوة ماشية مع اريب الساعة او في اتجاه اريب الساعة. تبقى سالب اشاراتها سالبة. يبقى سالب خمسة في المسافة بستة. سالب خمسة في كم? في ستة. القوة التانية هتأثر معي. التلاتة طن اللي هي وقع على الركيزة الف. وعلى الركيزة ايه? الف. طب القوة دي مسافتها كم? مسافتها اربع متر. اش فرق معي. قوة جاعة الركيزة مش جاعة الركيزة. باخد المسافة بتاعتها صريحة. ماليش رقب اي حاجة. هيبقى التلاتة طن في المسافة بتاعتها الاربع متر. وباشارة سالبة. وباشارة ايه? سالبة. تالت قوم اصرها معي. اللي هي السالبة اربعة طن اللي عنده نقطة جيم. في المسافة اتنين متر. طب القوة اللي هي وقع على الركيزة ايه? القوة الواقعة الركيزة ايه? الركيزة ايه? ليه بتنين طن دي? هتأثر فين? او دراعها ايه? في الحالة دية القوة مدام ملهاش دراع بتحسب بصفر. ممكن اتجهلها. ممكن اتجهلها. وممكن اكتبها له في المسألة. بمعنى هكتب لاتنين طن في صفر. تب اعملها موجة ولا سالب? مش فرقة. ايه كده كده اصلا ملهاش اتجاه ده وراقه. وملهاش مسافة. شفري معاخل الشراب تاعتها. عشان ايه كده كده ايه بصفر. القوة الاخيرة اللي جاية عندي اللي هي القوة الجاية من التجاه الاخر اللي هي الموجة بخمسة طن. اللي ماشي عكس عربة الساعة. هتبقى موجة خمسة في كم? في اتنين اللي هي بتساوي عشرة طن. بس او كم عشرة طن. هبدأ اعمل اللي عملية الحسابية بتاعتي. ريه الف في المسافة اللي هي اربعة. ناقص الخمسة في المسافة الستة. ناقص التلات طن اللي كانت على ركزة الف في الاربعة متر المسافة. ناقص الاربعة متر اللي كانت في نص الكاميرا. في نص ركزتين. في اتنين متر. قلنا هنا القوة اللي واقع على الراكزة به مش هفرق معا اشارتها. ليه? عملتها سلب اتنين في صفر بصفر. موجة باتنين في صفر بصفر. فمش هتغير في وضع المسألة حاجة. مش هتغير في وضع المسألة ايه? حاجة. انا بتحرط دقة في الاشارات. وانا شغال في في القوة المؤسرة اللي لها درعه مؤسرة فعلا. لا قيمة مؤسرة. يعني لو عملت مسلا سلب خمسة في ستة خمسة في ستة بموجة. هتعكس معي النتجة خالص. تعكس معي النتج ايه? خالص. نكمل زائد الخمسة اللي جايين من يسار الركيزة. في اتنين متر. اللي هتساوي اربع رهه الف ناقص خمسين زائد عشرة. بتساوي صفر. هنقل الخمسين اللي هتبقى عندي باربعين. النحية التانية ما كان الصفر بموجة باربعين. يبقى رهه الف هتساوي كيم? اربعين على الاربعة بكيم? بعشرة طن. بعشرة كيم طن. هبدأ اكتب القانون بتاعي بما ان المجموعة الجابري لمركبات القوة الرقصية بيساوي صفر. ازا. ره الف زائد ره به ناقص مجموعة الاحماية الرقصية بيساوي صفر. تاني ره الف زائد ره به ناقص مجموعة الاحماية الرقصية بيساوي ايه? بيساوي صفر ما بيساويش ولا موجب ولا سلم. المجموعة الجابري لمركبات القوة الرقصية الااحماية الرقصية عندي سلب خمسة سلب تلاتة سلب اربعة سلب اتنين سلب واحد. وكان عندي اسم مجب عشرة في الاساس اللي قيمة ريه الف قيمة ريه الف اللي عشرة هيبقى عندي عشرة زائد ريه به ناقص تسعة عشر بتسوي كم? بتسوي صفر هيبقى عندي عشرة ناقص تسعة بيسوي عشرة ناقص تسعة عشر يبقى ريه به ناقص تسعة بتسوي صفر يبقى ريه بها منقل التسعة ما كانوا الصفر النحية التانية تبقى مجب تسعة بقى ريه بها تسوي كم? تسعة طن طن بقت عند ركيزة بعشرة طن وركيزة بكين بتسعة طن وركزتين اشارتهم مجابة او قوة مؤسرهم قوة ايه مجابة صعيدة لا اعلى النقطة التانية في درس النهاردة معنا حساب ردود الافعال للكوابيل المحملة باحمال مركزة حساب ردود الافعال للكوابيل المحملة باحمال مركزة الكوابيل اسهل جزئية تقدر تشتغل عليها او تقابلك في حساب الانشاء كلها ده شكل الكابولي له ركيزة واحدة اللي هي نقطة تثبيت بتاعته نقطة ايه تثبيته والطرف التاني من الكابولي حر ماش مربوط على حاجة ولا ركز على حاجة ولا سابط في حاجة الطرف الحر دود بيجي عليه حاجة اسمها احمال رأسية او يقع عليه احمال رأسية علشان احسبه لازم تعرف ان رد الفعل عند الراكزة به بيساوي مجموعة الاحمال رأسية لا رد الفعل عند الراكزة بيساوي مجموعة الاحمال رأسية الكابولي نفسها اللي بتتثبت منها الراكزة ديا رد الفعل عندها بيساوي ايه مجموعة الاحمال الرأسية مالوش عزوم مالوش حساب ايه عزوم الكابولي مالوش حساب عزوم الكابولي بيجي معايا عن طريق رد الفعل المباشر رد الفعل الكابولي او ره به او ره الف او اي نقطة متسمية عندك اللي هي نقطة التثبيت بتاعته بتساوي مجموعة الاحمال ايه مجموعة الاحمال الرأسية على سبيل مثال لو خدنا كابولي وحملناه بعشر طن او بعشرين طن على ثلاثة اسهم اربع نقاط تثبيت نقاط تحميل هيساوي مجموعة الاحمال دي لو جانا نبص كابولي عندي هنا عليه اربع احمال باربع مسافات باربع ايه مسافات الاربع احمال بتوعي لو جانا نجمعهم اتنين 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 بكم بتمانية تمانية طن دم المسافات دي بتدهل ليه ما Hallelujah انا كل يهمين حاجة واحدة بس那個 وبيل الاحمال بتاعته اجملها كم عرفت الاجمل بتاعي ايه بقريبها تصبح ا给我 احمال رأسايا اه دي سدي الحل بتاعي ده حل الكابولي ده حل الايه الكابولي الكابولي تاني وشكل تاني يمكن حد يقول انا الكابولي اللي فات كابولي متماسل لا مش كابولي متماسل فيش حاجة في الكابل اسم متماثلة. الكابل عندي لحالتين. يأم محملة باحمال مركزة. يأم محملة باحمال موزع بايه? بانتظام. دي الحالتين بتوع الكابل عندي. احمال مركزة او احمال بموزع بايه? بانتظام. وفي كلتا الحالات هيساوي عندي ايه مجموعة احمال الرأسية. معندش حاجة اسمها كابولي متماثل. عشان نكون نوضحين مع بعض. ده حل المسألة اللي فاتت. مجموعة احمال ايه? الرأسية. نشتغل على النقطة التالتة بتاعتنا. ازاي احسب رد الفعل للكاميرا محملة باحمال موزع بانتظام. ازاي احسب رد الفعل لكاميرا محملة باحمال موزع بانتظام. بمعنى. احنا بدقين الحلقة بنفتح الحلقة مع بعض. اتفقنا ان في عندنا مجموعة الاحمال. حاجة اسمها احمال مركزة. وحاجة اسمها احمال موزع بانتظام. وحاجة اسمها احمال مركزة. وانتفقنا ان الاحمال المركزة هي الاحمال اللي لها نقطة تأثير واحدة على الكاميرا. وقلنا عاسب المسال الكاميرا السنوية على الكاميرا الايه? الرأسية. وقلنا الاحمال الموزعة هي الاحمال اللي بتمثل حمل الكاميرا نفسها او حمل برط السقف او حمل الحائط على الكاميرا او اي حمل متساوي من اول طول الكاميرا لغاية اخرها. من اول طول الكاميرا لغاية ايه? اخرها. وعندنا الحمل المركب اللي هو بيشلي المركزة والايه والموزع دي كاميرا محملة بحمل موزع بانتظام مقداره واحد طن حمل موزع بانتظام مقداره كم؟ واحد طن ومسافة الحمل ركز في الكلمة دي قوي هنوزع بعدين مسافة الحمل اللي هو مقداره كم؟ مقداره واحد طن المسافة قدين عندي اربعة متر اربعة ايه متر انا هنا هقول لك مسافة الحمل مش هقول لك المسافة من الف لبه او بالركز تين عشان في عندي احمال موزعة بانتظام بيتم تغيير قيمتها في تحت اي ظرف او حسب تصميم القطاع الموجود قدام منك يبقى عندي هنا المساء دي بتقول لي ايه احسب ردود الافعال للشكل التالي الكاميرا محملة بحمل موزعة بانتظام مقدار واحد طن على المتر الطولي ومسافة الحمل اربعة متر اول حاجة هنعمل عشان نحل لازم نوجد تركيز الحمل الموزع نعمل ايه نركز الحمل الموزع اركز الحمل ازاي عشان اركز الحمل بضرب قيمة الحمل في مسافة الحمل قيمة الحمل في ايه في مسافة الحمل قيمته كم قيمة الحمل واحد طن في المسافة كم 4 متر اهي ادى 1 في 4 متر بكم 4 طن وابدأ اغار شكل المسألة عندي واخلها مسألة ايه حمل مركز حملم ايه مركز وابدأ احلها عادي جدا بقيت مسألة عادية جدا اقدر احلها الشكل عندي متمثل اول حاجة يبقى عندي رئة الف هتساوي رئة به هيساوي مجموعة احمر قصية على اتنين اللي اربعة على اتنين هتساوي اتنين ايه طن رئة الف هتشيل اتنين طن وريح بياتش لايه اتنين طن شكل تاني احمال موزع واحمال مركزة الطرفين عندي شايلين احمال مركزة اما ما بين الركزتين شايلين حمل موزع شايلين الحمل ايه موزع الاحمال مركزة تحل عادي بطريقة ردود الافعال عادية جدا اللي احنا شغلين به اما الاحمال موزع عشان احله لازم اعمل تركيز للحمل واخد بالك ما انت بتركز الحمل مسافة الحمل بأسما نصين ليه بأسما نصين علشان الحمل المركز بينزل في نص المسافة بينزل فين في نص المسافة وهنشوفها دلوقتي انا عندي واحد ونص فاربعة بستة طن واحد ونص فاربعة بستة ايه طن انا الراسمة عندي هنا لو جيت تبص عندك للنص هنا هتلاقينا عملت ساهم لحمل ومركز نازل في نص المسافة هيك Bristol عنده اربعة متر اسمتها 2 متر نحية الف و2 متر نحية به والمسافتين ما بينهم الحمل المركز الجديد اللي갑 وابدا احل المسألة على هذا الاساس او على التحميل الجديد على التحميل الايه الجديد اول ما هابص عندي في النص 6 طن وعATرف الايمن 1 طن وعATرف الايمن 3 متر مسافات حتى انتهاء الكاميرا حتى انتهاء الكاميرا يعني بالاطراف متاعتها بكل حاجة ما باخدش بين ركزتين بس باشتغل على اجمال الشكل اللي عندي يعني ما تقولش لأ يا مستر ما انا عندي بين ركزتين اتنين متر�로 اتنين متر وانا عندي ناحية تانية في الاطراف مسافة اتنين متر ومسافة واحد متر لا لازم اخد مجمل الشكل اللي عندي بين ركزتين وما بعدهما بين ركزتين وما ايه? بعدهما هيب عندي واحد طن زي 6 طن زي 1 طن اجمالي 8 على الاتنين هتساوي اربعة طن لكل ركز اربعة طن لكل ايه ركز ادى الشكل بتاعنا ادى الشكل المتماثل مجموعة الاحماية رأسيه على اتنين ادى 8 على اتنين بسوك ايه اربعة طن اربعة ايه طن تمام مثال تاني بيقول لي احسب رد الفعل للشكل التالي احسب رد الفعل للشكل ايه التالي مديني احمال على الاطراف طن ونص احمال على اطراف ايه طن ونص ومديني حمل وموزع بين الركزتين مقدره اتنين طن ونص مقدره كم اتنين طن ونص مسافته كم لتنين ونص مسافته اربعة متر مسافته قدين اربعة متر ده معنى ايه معنى انه عند عشان ركز الحمل اللي بين الركزتين الحمل وزع بين الركزتين هضرب لتنين طن ونص في الاربعة متر واقسم المسافة اللي هي اربعة متر لاثنين واثنين ما بينهم الحمل او قيمة الحمل المركز قيمة الحمل ايه المركز هكذا لبص على المسفات من تحت اه اثنين اربعة اثنين هيقبل معي تبقى قمره وانت مثله هحلها بمجموعة الاحمراء الرقصية على ايه على اثنين نبصوا على الحل بتاعها او خطوات حلها اولين يتمюсь بنا تركيز الحمل موزع الحمل المركز بيساوي قيمة الموزع في طول الحمل في طول ايه الحمل ليه تبقى عنده عشرة طن النتج عندها بقى كم? عشرة طن حطت العشرة طن في مكانها وقى سامت المسافات هبدأ حطولك قانون بما ان الكاميرا في وضع تماثل اذا ره الف بتساوي رهبة بتساوي مجموعة الاحمال الرأسية على اتنين اللي هتساوي كم? واحد ونص زائد عشر زائد واحد ونص على اتنين بتساوي تلتاشر على اتنين فاس سبعة ونص لكل ايه? لكل ركيزة سبعة طن ونص لكل ايه? لكل ركيزة عزرا هتبقى ستة ونص لكل ركيزة مش سبعة ونص ستة طن ونص لكل ركيزة مثال تاني بس المثال ده بحمل مركب بحمل ايه? تاني حمل مركب يعني ايه حمل مركب? احنا مش قلنا انه عندنا الاحمال اما موزعة او مركزة او مركبة ده الحمل مركب اللي هو شايل اللي لو جيت تبص الجزء اللي فيه التوزيع بتاع الحمل فيه حمل ينزل كيلونا احمر عندك الحمل ده مركز يبقى القامرة شايلة لحمل وموزع بانتظام ومعهم كمان حمل ايه? مركز ومعهم كمان حمل ايه? حمل مركز في الحلقة ديان الحمل المركب بيقسم لمسافة الحمل الاتنين بيقسم لمسافة الحمل ايه? الاتنين بمعنى لو عندي المسافة كلها اربعة متر هيبقى الحمل المركب اما يخش عندي المركز ما بين الكامير الموزع هيروح جايم الدين اتنين متر يمين الحمل واثنين متر يشمال الحمل وفي الحالة ديان بيتحسب عند الكاميرا على جزئين مش على جزء واحد يعني ايه جزء loosely الجزء اليمين القامرة الجزء اليمين الحمل اللي هو 12 بتضرف في المسافة بتاعته لوحده والحمل التاني بتضرف في المسافة بتاعته لوحده تعالوا نشوفها على الورق احسن هنا اوضحها مع بعض عندنا رسمة بسطة جدا ده الكاميرا بتاعتي وده الحمل الموزع بانتظام وده الحمل المركز اللي جاي معاهم في النص وده المسافات بتاعتي وده المسافات ايه بتاعتي اما باجه اشتغل عليها معانا هنا على الورق باجه اشتغل عليها بيبقى عند الاتنين طن دول كحمل مركز او نازل على الحمل الموزع واثنين طن ونص على المتر الطولي لكامل المسافة اللي هي كامل اللي هي الاربعة متر الاربعة ايه متر وعندي حمل نازل عندي حمل نازل من فوق اتنين واحد ونص طن وانا واحد ونص طن ومسافة اتنين متر وانا مسافة اتنين متر نركز مع بعض يا جماعة كده يبقى عندي هنا حمل مركب نازل على الكامرة الحمل موزع عندي انا عامله باللون لازلاء والحمل التاني مقدره اتنين طن اللي نازل عندي هنا الحمل مركب عندي وهو نازل بيقسم لي المسافة نصين بيقسمها ايه نصين انا عندي المسافة الاصلية كيمة اربعة بس مدام وجد عندي حمل مركز بقى المسافة الجيدة عندي كم هتبقى هنا اتنين متر زي ما هي وده بقى اتنين وده بقى اتنين طب هتفرق ايه مصر من اربعة من اتنين هتفرق كتير ليه بقى عندي نقطتين توزيع نقطتين ايه توزيع نقطة يمن الحمل ونقطة شمال الحمل هتعامل معهم ازاي هبدأ اركز حمل هنا وركز حمل هنا وركز حمل ايه هنا ليه? الكاميرا عندي مقسمة نصين هاخد الكاميرا بتاعت اللي هي اتنين طن ونص كحمل موزع في الاتنين متر المسافة الجديدة واتنين ونص تاني اخدها في الاتنين متر المسافة ايه? التانية مش هضربهم في الاربعة متر ليه? عشان انا ما عنديش مكان اساسا لو جيت اخد الحمل المركز الجديد في نص الكاميرا هي كده كده الحمل الموزع اساملوه نصين بقى عندي مجموعة احمال نص على اليمين ونص فين? على الشمال ونص فين على الشمال دي بنسمى منطقة توزيع او منطقة تركيز احمال جديدة منطقة توزيع احمال ايه? او تركيز احمال جديدة هيبقى عندي الاتنين ونص في اتنين بتبني قيمة خمسة طن وهنا خمسة طن دي الفكرة بتاعت الحمل المركب دي فكرة الاحمال ايه? ركزة. فيها حمل وموزع. وعليها حمل من فوق. الحمل من فوق دوت او الحمل ركز دوا بقسم لي الحمل موزع لنصين. بقسم الحمل موزع ايه? لنصين. اما اجي حلو او ركزو. ببدأ اروح جاي ميدي له المسافات الجديدة بتاعتي اللي هي لتنين متر مسلا هنا او متر ونص. انا سابق المسال. وده متر ونص. في الحمل الموزع عندي اللي هو مسلا واحد طن او اتنين طن على المتر الطوني. ويتوزع فين? في بين. المسافة جديدة. او في نص المسافة بين الحمل المركز اللي موجودة عند الاساسي. والركزة او الحمل اللي بعده. او الحمل الايه? اللي بعده. دي فكرة حل الاحمال المركبة. فكرة بسطة جدا وسهلة جدا. وما فيش فيها اي اي حاجة غريبة او عقدة. بعد ما بركز الحمل بتاعها بشوفوا الكاميرا. هل الكاميرا معي في وضع تماثل? ولا لأ? الكاميرا او في وضع تماثل? بشتغل بالقانون بتاع ان ريه قليل بيستور به. بيتساوي مجموعة الاحمال الرأسية على اتنين. اما لو قيت غير متماثلة ببدأ احسب ردود الافعال. بعد بدأ احسب ايه? ردود الافعال. الكاميرا عندي بعد ما هسبتها عندي او بعد ما اجيب الحمل بتاعها. اركز الاحمال بتاعتها. هنيجي نبص الشكلها معنا هنا. هتلاقي عندك بقى الاطراف عندك طن ونص. وبقى هنحها تنة طن ونص. وخمسة واتنين وخمسة. خمسة طن. واتنين طن وخمسة طن. في المنتصف. والمسافات متساوية. والمسافات ايه? متساوية. في الحاجة دي هنقدر نقول ان ريه الاف بتساوي ريه به. بتساوي مجموعة الاحمال الرأسية على اتنين. اللي هي اجماليها. اده تردد خمس شعر طن على الاتنين. اللي هي بتساوي سبعة طن ونص لكل ركز. سبعة طن ونص لكل ايه? ركز. نبص مع بعض. نشوف خطوات الحل عاملت ازاي? اول حاجة اول خطوة تثبيت الحمل الموزع. اولا تثبيت الحمل الايه? الموزع. سبتنا الحمل. عندي حمل نحية اليمين وحمل نحية الشمال. وبرضه ميز لك الحمل المركز. برضو ايه? ميزهولا. بعد مركز الحمل معي. هبدأ احلل المسألة على الوضع بتاعي اللي هو عادي جدا. كاميرا منتماسلة. ما فيش فيها اي حاجة ولا اي فكرة غريبة. الموضوع المهم جدا. اللي احنا بنحاول نوصل له من اول ما اشتغلنا في روض الافعال. ازاي احسب ورسم منحنة قوى القصة وعزم الحناء للكمارات والكمارات ذات الكوبيل. والكمارات ذات الايه? الكوبيل. ضمن ضمن المواضيع المهمة جدا بالنسبة لنا. ان ازاي الاحمال بتاعتي بعد ما اجيب رد الفعل بتاعي? مخلص الشغلي. لسه بقيت الشغل بتاعي ان حدد اماكن قوى القصة او احسب قوى القصة عندي على القمرة. وفي نفس الوقت احسب عزم الحناء الوقع على القمرة. احسب عزم العزم الايه? اللي حناء الوقع على القمرة. ايه هي قوى القصة الاول? قوى القصة هي قوى عمودية على محور القمرة. وحتى فان ان محور القمرة عندي محور افقي. تفاني محور القمرة ايه? محور افقي. يبقى قوى عمودية عليها يعني قوى رقصية وقاعة عليها. او باي وضع من الاعضاء هي قوى العمودية الوقع على محور القمرة. او الكابولي. او ايه? الكابولي. في اتجاه موازن المقطع ينتج عنها انزلاق ينتج عنها انزلاق لاجزاء جسم الكاميرا في اتجاه قوى القص اجزاء جسم الكاميرا يحصل انزلاق اه اما بيحصل تحميل او عدم اتزام في الاحمال اللي سقط عليها بيتعمل لحاجة اسمها قوى قص او شيرينج في الكاميرا نفسه شيرينج في القاميرا ايه نفسه والنرمز لا بالرمز ميم قاف ميم او منحنة القص نحن نقول ايه? القص التعريف التاني اللي يهمني برضو النهاردة منحنة او هو عزم الحناء ايه هي عزم differenti قال ده مجموع زوم القوة قوة قوى ب من جهة واحدة واخد بلات بلات دي كويس قوي من جهة ايه? واحدة مش من جهتين. يعني اما يجيبه من جهة اليمين للنقطة او من جهة الشمال للنقطة. ما يجيبش الاتنين مع بعض. يعني لو عندي مسلا ركزة به ولها كاميرا طرفية او لها احمال الاطراف بتاعتها. ما يحسبش يقول لك لا ده اللي عندي مع قريب الساعة وده عكسر بالساعة. لا. في العزوم غير ردود الافعال. في العزوم غير ايه? ردود الافعال. يهمني جدا ان اعرف ان رد الفعل عندي العزوم عندي. اللي عايز من الكاميرا نتج عنها انحناء في الكاميرا. والانحناء غالبا غالبا بيبقى في منتصف الكاميرا. غالبا مش كل مش باستمرها. ولكن له درجات. ولكن له ايه? درجات. رمزه ميم عين الف. ميم عين ايه? الف منحنى عزم الانحناء. منحنى عزم الانحناء. دي كاميرا متمثلة. احسب رد الفعل وارسم منحنى قوى القص ومنحنى عزم الانحناء للشكل التالي. ارسم رد الفعل. احسب رد الفعل. يبقى هو الحاجة لازم احسب رد الفعل. وبعد كده ارسم المنحنة بتاعها قوى القص وبعد كده هحسب وارسم منحنة عزم الانحناء. ليه هنا هحسب وارسم منحنة عزم الانحناء? والنحنة التانية هرسم قوى القص بس. عشان قوى القص اساسا بتعتمد على ردود الافعال. قوى القص بتعتمد على ايه? ردود الافعال. من هنا اقدر اقول لك. ركز حلو قوي وانت بتحل رد الفعل او انت بتجيب رد الفعل. عشان رد الفعل عندك لو في مشكلة او في رقم مش مزبوط. هيدرب معك منحنة قوى القص بتاعتك. ايه منحنة قوى القص. او هيدرب معك قوى القص. في نفس الوقت. وانا شغال في عزم الانحناء بحسبه. لو الكاميرا عندي ما هيش منتهية او لها امتداد من الاطراف. هيدرب لي برضو عزم الانحناء. هيدرب لي عزم الايه? ده انحناء. ليه? عشان ركاز بتخش معي في عزم الانحناء. ان هي لها تأثير. على النقط التانية. تمام? يبقى كده ربض الفعل معي. لو حصل في مشكلة او حصل في خطأ او خلل. هيدرب لي بقية المسألة كلها. هيبقى رسمه غلط. الملحام الشاقفين معي. هيتبقى بقية حساباتي كلها غلط. اكن ما اشتغلتش وكن ما عنتش حاجة. يعني تلت المسألة بيبوز. بيبوز لك بقت ليه? المسألة. نرجع للمسألة بتاعتنا اللي هي مطلوب فيها. حساب رد الفعل. اول حاجة دي كاميرا متمثلة. طيب ماشي وبعدين. هيبقى ريح الف هتساوي ريح به. هتساوي مجموعة الاحماية الرأسية على اتنين. اربعة لتنين فالكين فالتنين. وانا بروح جاي مديك ساهم وصعد لفوق عشان لك انه موجبة. وبنحددها. واروح جاي رايح على رسم بتاعتي. الاصلية. واروح جاي حاط عليها ايه? رسم عليها. اتجاه الساهم. اتجاه الايه? الساهم. اللي قوة ريح الف باتنين وعمل لها ساهم وصعد لفوق. واروح عند رهبة وعمل لها ساهم وصعد لفوق برضو اقتولا ايه? موجب اتنين طن. حساب قوة القصر بتحسب ازاي? بتحسب بالاحمال وهي ماشي. تحسب الاحمال ايه وهي ماشي? يا مصر ايه? الاحمال بتمشي? اه واحنا شغلين بينرسم المرحنة بنرسوم الشمال لليمين. بشوف اول قوة بتقابلني مقدرها ايه? اول قوة بتقابلني مقدرها ايه? لو عندي قوة نزلة بتبقى سالبة. لو عندي موجبة. فاكرنا اشرارات العزم. رجعنا لها تاني هون. القوة الصعدة موجبة. عشان بيتمسل شد. القوة النزلة سالبة عشان بيتمسل ايه? بيتمسل دور. هي بقاف. بيه? لجيم. يعني نعمش من النقطة بيه لنقطة جيم. بموجب اتنين طن. موجب اتنين طن ليه? عشان انا عندي ديك كاميرا زات ركزة ايه زات ركزتين. وحمل رأسي واحد. فهاجة عندي رهب ايه? واطلع قيمة الاتنين طن بتوعي. لو ما قيمة رد الفعل عند الركزة به. هطلع قيمة رد الفعل عند الركزة ايه? به. ليه موجب اتنين. وافضل ماشي في اتجاه الركزة الف. وافضل ماشي في اتجاه الركزة الف. هتروح جاموا افان القوة العمودية القوة الرأسية اللي نزلة لمقدرها اربعة طن. مقدرها كم? اربعة طن. هتنزلنا اربعة. هتنزلنا اربعة ازاي? انا انا ماشي على خط الخط ده تلات من موجب اتنين فوق. هنزل اربعة. اه هيبقى معايا تحت كم? سالب اتنين طن. سالب ايه? اتنين طن. يا عم اخده وما مش اكمل ماشي بتاعي. عايز اوصل بس ركزة الف. وصلت الالف راح اجام طلعاني باتنين طن تانيين. وصلت الاف اجام طلعاني ايه? باتنين طن تانيين. شرط ان المسألة بتاعتك تكون صح. ان المنحنة او المنحنيات قوى القصة وعزم الحناء يقفلوا معايا. يعني ايه يقفل معاك? يعني البداية تبدأ من صفر وانها تنتع عنده صفر. انها تبدأ بصفر وانها تنتع عند ايه عن صفر? بنقول هنا ان المرحنة افل. المرحنة ايه? افل. اما لو تبقى مسافة متر او اتنين متر او نص متر او اي مسافة بقية نقول لها المرحنة ما افلش. يبقى في خطأ في حسابات المسألة. في خطأ في حسابات ايه? المسألة. في خطأ في حسابات المسألة. يبقى انا اول ما اشتغل بعمل خط وهمي. بسميه سن سين. بسميه سين. سين عشان انا بشتغل على محور السينات. على المحور الافقي. ببدأ من عنده عند اول قوة هتقابلني سواء كان صعدة او نزلة. قوة صعدة او قوة نزل آآ نزل تحت او هبطة. ببدأ اخد القوة عندي. طلع الفوق بطلع فوق بموجب. نزل تحت بانزل تحت بايه? بسلم. وبعمل الخط بتاع دوت ده خط العمل بتاعها الرئيسي او المنهاج او الدستور بتاعنا انا ماشي عليه. يعني الاتنين تتحسن من الخط دوت صعدة. الاربعة توصل الاتنين لغات الخط وتنزل تحت اتنين من تحت الخط. يعني كلمة فوق وتحت. دي من تحت الخط اللي هو السين سين. اللي هو سين ايه? سين سين. نبص على الشكل بتاعنا بعد ما رسمناه. هنا اهو. دي شكل تاني. احسب رد الفعل. وهرسم منحنة قوة قص وعزم الانحناء للشكل التالي. اده الشكل بتاعنا. نبدأ نشتغل عليه. رد الفعل هناخد الركيزة اه هناخد رد الفعل الركيزة به. هي باريه الف في المسافة اللي هي الاربعة. ناقص اربعة في اتنين الحمل في المسافة زائد الحمل في المسافة التانية. اللي هي ماشي باشرام خلفة. اللي هي تسابه كم? واحد طن. واحد ايه? واحد طن. ريه الف هتساوي ريه بيه? اه هتساوي ريه الف هتساوي اربعة. على اربعة فالواحد طن. فال ايه? فالواحد طن. وطبق المجموعة الجابرة المكتابة القوة الرأسية بصوصف. هيبقى ريه بيه هتساوي سالب ستة زائد واحد. هيبقى ريه بيه هتساوي كم? خمسة طن. خمسة ايه? طن. قوة القصة عايفنا بتمشي ازاي? عايفنا خطة شرها? عزم الانحناء. ازاي احسب عزم الانحناء للكمرا اللي كانت معايا دي? اول حاجة واحفظ دي. احفظها ما تنسهاش. وميازة حلوة قوي. الاطراف بتساوي صفر. الايه? الاطراف بتساوي صفر. مش الركايز. الاطراف بتساوي صفر مش الركايز. الركايز تساوي صفر لو هي نهايات الاحمال. نهاية القامرة ركايز يبقى عندها ركايز بتساوي صفر. اما لو كانت القامرة غير منتهية ولها اطراف? يبقى الاطراف اللي بتساوي ايه? بتساوي صفر. اطراف بتساوي ايه? بتساوي صفر. يعني هنا قال لي هنا عين الف وعين دال. قال لا. مال في هنا عين به. مش بها عندي. كانت هي الركيزة التانية اللي كان عندها رضي الفعل عندي به. وعين الف عندها رضي الفعل عندي الف. ما قلتش عين الف وعين به ليه? عشان انا قلت الاطراف اللي بتساوي صفر. مش الركيز. انا عندي الف ركيزة منتهية بداية الكاميرا. وعندي دال اخر نقطة تأسر على الكاميرا. يبقى عندي عين الف هتساوي عين دال هتساوي ايه? صفر. عين جيم. النقطة الوسطى عين جيم. بتساوي. رد الفعلة عند الف اللي هو كان بواحد في المسافة من الف لجيم. في المسافة من الف لايه? لجيم. بتساوي كم? بتساوي مجب اتنين طن. طب بتساوي انت حددتها لي يعني انها مجب ازاي? مش ممكن تطلع. ماشي مع عرب الساعة. وطلع سليبة. لا استنى بقى ما عالش كده. اما تجي تحسب العزم. تحسب ياما القوة صادة. ياما القوة نازلة. يعني ايه? يعني القوة لو نزل من فولي تحت تبقى سليبة. طب وعرب الساعة ملاكش عبادلوقت هنا. طب القوة لو نزل طلع من تحت الفوق. موجبة. وعرب الساعة ملاكش دعوة بها لو سمحت. تشتغل فين? قوة عندك. ياما نزلة. ياما طلعة. ياما موجبة بياما سالب. بتلف ازاي? ملاكش فيه. بتلف ازاي ايه? ما تسألش عليه. تمام? طيب. عين به هتساوي ايه? عين به اللي هي الركيزة التانية. اللي هي عندها رد الفعل عندي به. هنجيبها من نحية التانية من الكاميرا او مضطرف الحر بتاع الكاميرا عندي. اللي هو كان اتنين طن قوة نزلة لتاح. اتنين طن قوة ايه? نزلة لتاح. هيبقى سالب اتنين في اتنين. بتساوي سالب اربعة. سالب اربعة ايه? طن. خط العمل بتاعي. باللون الاصفر. هبدأ انزل لتنين طن بتوعي اللي عطار في اللي عندي ده هنزلهم. بسالب. هتحرك لغاية موصل لالف لركيزة به. هتحرك لغاية موصل لركيزة به. واطلع قيمة الحمل اللي هو خمسة. رد الفعل عندي به بخمسة طن. واتحرك نحية الركيزة. الف هقابل جيم بس استنى. انا نزلت اتنين واعدلت نقطة خمسة بقى معي فوق كيم بقى معي فوق ثلاثة طن بس. مش الخمسة طن كلهم. ما نطرح لاتنين نقص لايه? الخمسة. يتبقى لكيم تلاتة. هتحرك لغاية موصل لنقطة جيم. هيقابلنا اربعة طنة هتنزلني. هيتبقى معي تحت كيم? واحد طن. اروح بيوقف للشكل بتاعي. هيفر معي كيم على واحد طن بقت صفر. ازا الرسم عندي حساب ردول افعل عندي صحيح. حساب ردول افعل عندي ايه? صحيح. طيب. منحنى عزم الانحناء. معي ايه هنا هو? عود نفسك ان الكابولي لازم يكون معك منطقة شد لفوق ببقى سالب على طول. بقى ايه? بقى سالب. يعني عندي سالبة الدايل بصفر. عندي به اللي قلنا عليها سالبة اتنين في اتنين بصالبة اربعة. يبقى عندي ركزة بقى بصالبة اربعة. اما اجي بص على النقطة هلاقي عندي بمجاب اتنين طن. بعمل اتنين طن من تحت الخط. واروح عندي سين وبقفل بصفر. وبقفل بايه? وبقفل بصفر. لغاية هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. نتمنى على لقاء قادم ان شاء الله ونستكمل فيها حساب ورسم. هنتقى القص وعزم الانحناء. اللقاء قادم ان شاء الله. شكرا لكم.